من هذا المنطلق فلقد حرصت على أن أشارك معكم اليوم في هذا الحوار المهم حول التعافي من الجائحة ومستقبل النظام الدولي في عالم جديد آخر في التشكل أمامنا يوما بعد يوم فبعض أكثر من عامين على بداية أزمة دولية عصفت بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتجاوزت في تأثيرها أكثر أزمات العالم فداحة أظنكم ستتفقون معي أن أي محاولات للتغلب على تداعيات تلك الأزمة لابد وأن يكون الإنسان محورها الرئيسي فلقد كانت جائحة كورونا ولا تزال أزمة إنسانية بوجه عام لا أزمة صحية فقط أو اقتصادية أو اجتماعية فحسب ولقد استطعت مصر تجاوز الكثير من تبعات أزمة كورونا على مدار العامين الماضيين من خلال سياسات مالية واقتصادية واجتماعية أثبتت نجاحها وفعليتها ونبزل في الوقت الرائم جهودا شهدت لها مختلف الأطراف الدولية مكنتنا من تحقيق معادلات نمو إيجابية رغم كافة الصعابي التي واجهناها ولا نزال